حسب صحيفة سبورت الإسبانيا هناك شكوك حول مشاركة لامين يامال لاعب بارسولونا الإسباني في مقابلة إسبانيا القادمة ضد قوبروس أو بمعنى آخر لامين يامال عنده إصابة علما أن اللاعب التحق بمعسكر ممتقب إسبانيا وحسب الصحفي المغربي بالضيار الإسبانيا أيوب ألقابل لقلبي أن لامين يامال اعتمد أنه يقول عنده إصابة باش ملعبش المقابلة الثالثة مع إسبانيا حيث لامين يامال عنده تخوف أنه يحسن المستقبل الدولي دياله بشكل مبكر وخايف يوقع له نفس السيناريو اللي يوقع للمونير الحدادة فهذا الفيديو غادي نشوفه وش بالصحلة لامين يامال عنده إصابة ولدها يقول بأنه عنده إصابة باش ملعبش المقابلة الثالثة مع إسبانيا أي لو بغيستو تعرفها التفاصيل كالعادة بشكل مختصر تفرجوه في هذا الفيديو وقبل ما قل لكم مع الفيديو جبت لكم إسلام ديزاينر يعني مصمم كي قاد من يسير زير يوتيب بلوغوز أي حاجة بغيتي في المجال ديالتصمين وكي يخدم حتى فوتوشوب والغرافيك غاد نخلي لكم مليان دياله في أول تعليق بشتوفه بروشيات دياله وهذا واتساب دياله وهذا انستغرام دياله توجد عنده قلولهم من طرف عمان وغاد يتعامل معكم واحد معاملة اللي يزوينا بزاف على حسابي كما كتعرفو كامي في حالة أن لامين يامال شرك في مقابلة منتخب إسبانيا والقبرص فراه صافي غاد يكون اختار إسبانيا بشكل رسمي حسب قانون الفيفا وإلى بغا يبدل اختيار يلو خاصه ستنة ثلاث سنين كما وقع المونير الحدد ستنة ثلاث سنين عاد الفيفا اعطاته الموافقة باش يلعب مع المغرب ودابا رجعوا الموضوع الأساسي ديالنا في هذا الفيديو واش لامين يامال بصح عنده إصابة ولا هو بغا يقول بأنه عنده إصابة باش ميلعبش لمقابلة الثالثة مع إسبانيا لامين يامال إحصائية دياله ضعيفة بزاف مع نادي برشلونة الإسباني لعب 17 مقابلة في جامعة المسابقات ويالله سجل هذا في اعطاء ثلاثة التمريرات حاسيمة ولكن علاش لويز دي فوالينتي مدرب منتخب إسبانيا كيستذعيه لقائمة منتخب الأول لإسبانيا علما أن اللاعب ما يستحق بكل بساطة الاتحاد الإسباني خايفين أن اللاعب يبدل القرار دياله في أي لحظة وبغاوه أنه يشارك في مقابلة الثالثة باش يضمنوه بشكل رسمي ويقطع الطريق على الجامعة الملكية المغربية ولكن غارب في الأمر اللاعب للمرة الثانية على التوالي في قول بأنه عنده إصابة وكينا شكوك بأنه ما غاديش يلعب في مقابلة قوبروس في نظركم واش هاتش كامل غير صدفة أنا حسب الرأي الشخصي ديالي كنقول بأن هذا شي ماشي صد كنقول بأن لامين يامال عنده تخوف حول حسم قراري حول اختيار منتخب إسبانيا وخايف يوقع له بحلمونير الحدادي ورهب لما يمشوا بعيدا غير صديق دياله أن صفاتي اللاعب بارشلونة والمعارئة برايتون الإنجليزي فضل إسبانيا على غينية الاستيوائية وهو مدى برا ما قاوش كعايتوله علما أنه يقدم مساويات زوينة مع نادي برايتون الإنجليزي وننسوش بأن لامين يامال لولا الضغوطات اللي يتمارسس عليه من طرف إدارة نادي بارشلونة الإسباني دابرة غادي يكون خطار المغرب وبلا مايفكر حتش اللاعب كيموت على الدرابو المغربي لامين يامال في حالة أنه لعب المقابلة الثالثة مع إسبانيا أنا متأكد 100% غادي يخرج للمسيرة الدولية في حالة أنه اختار إسبانيا والله يساعد عليه في حالة أنه اتراج على قرار دياله واختار المغرب مرحبا بي